دعنا نذهب إلى كيم كارداشيون التي تأخذ تجربة البودكاست لأول مرة وصار اسمها تريند على تويتر اليوم كانت تريند لهذا السبب الكثير مهم بالنسبة لكل يحب كيم كارداشيون من بعد سنتين من التحضير تم الإعلان عن العرض الأول للبودكاست الأصلي بعنوان كيم كارداشيون's the system the case of Kevin Keith البرنامج المكون من 8 حلقات من إعداد وتقديم كيم كارداشيون إلى جانب المنتجة المخضرمة في مجال الجرائم الحقيقية لوري روتشيلد أنسالدي والبرنامج بيروي أستد كيفين كيث وهو رجل ودين بالقتل 3 مرات منذ 3 عقود ومن وقتها وعائلته بتعمل لإثبات أنه هو عن طريق الخطأ تجريمه على مدى 8 حلقات حتتعمق كيم وفريقها في القضية وستطرح أسئلة مهمة وتحاول إلغاء القائده على النظام القانوني المحير شكرا دانا شكرا سكرا شكرا